مرحبا وأهلا فيكم في فيديو جعل قناتي تحداني أحد المتابعين أنه إذا فيني أختار بس عشر نباتات حتى أعطني فيها شو هيكونوا هدول النباتات؟ للصراحة مثل ما شفتوا بآخر فيديو هون عملتوا عن جولة لنباتاتي كان عندي تقريبا خمسين نباتة فا كتير صعب كان بالنسبة لي أني اختار بس عشر نباتات لحبلش من أزهل النباتات تدريجيا حتى نصل لأصعب وحدة أغلبي اللي اخترت هون ها أختارهم بالنسبة لشكل هون فبتمنى يعجبكم الفيديو حسنتوا فكرة حلوة إذا عندكم كمان أفكار لفيديوهات حابين أني أعملها كتبوا ليها تحت بالتعليقات حشوفها واختاري اللي بتعجبني أبل ما نبلش بالفيديو حاب أذكركم أنه أنا عم بعمل استشارات عناية بالنباتات إذا عندكم نباتات عم تعاني ومحتاجين مساعدة بالعناية فيها فيكم تحزوا معي شركة استشارة عناية بالنباتات حتلاقوا اللينك بأول تعليق وبصندوق الوصف خلينا هلأ نبلش بالفيديو أول نباتة اخترتها لأنها أسهل وحدة وأنا بحب النباتات المتسلقة والنباتات المتدلية فحيكون اختياري هو النباتة البوتوس أو مثلا بقول عليها ألب عبدالوهاب يقول عليها المدادة كمان مثل ما ذكرت سابل خلاني أختارها النباتة المشايفين عن جد بتعطي روح كتير كتير حلو للبيت لأنها بتسمد يعني أنا لكل كلي وانا وصلان العرق تباها كتير نبتة بتكبر بسرعة سهل عناية فيها ونبتة مقاومة بتتحمل الإهمال لأنه بتعرفوا أحد وحد بنشغل فهي النبتة لحتكون خيار ممتاز للناس المبتدئين بالعناية بالنباتات الناس اللي بتتابعني على قناتي فيها تحذر اختياري الثاني لأنها هي من النباتاتي المفضلة وهي نبتة المكحلة بكل أنواعها للصراحة هاي اسمها مكحلة فضية وهاي مكحلة زهرية مثل المو شايفين في لسا عندي بالبلكون مكحلة نهدية كل هون نباتات بتعيش داخليا وخارجيا نباتات مقاومة نباتات متدلية مثل المو شايفين هذا الشيء أنا كتير بحبه وهذه النباتات للصراحة شوي صغيرة بدون اهتمام أكتر من نبتة السجادة نبتة السجادة من نصيها وقت تنشف تربطها تماما بينما نبتة المكحلة من نصيها وقت تنشف تربطها تماما نبتة السجادة بتحتاج إضاءة عالية أو متوسطة بعيدة عن أشعة شمس المباشرة بينما نبتة المكحلة لح تحتاج عنا إذا كانت داخليا إضاءة عالية ما بدأت تحمل الإضاءة المتوسطة وإلا لونها حيصير باهت يفضل تاخد أشعة شمس مباشرة إذا كانت داخل البيت وإذا كانت خارج البيت يفضل أن نحطها بمكان مغطا اختياري الثالث لح يكون بوتوس إنجوي كمان ما بعدنا كتير عن البوتوس صراحة اخترتها لأنها ألوان ورقها كتير حلو وميز مثل ما لكم شايفين هذا التوشيح الأبيض بيعطيها تخليت يعطي البيت هيكي لون حلو مع الديكور لكم أحلاها طرعا مع هاي الفازة مثلا هاي الفازة موحوضة ستلعطت شكل حلو شويح أساسة أكتر من نبتة البوتوس العادية مثلا ما بتتحمل الإهمال كتير يفضل أنه ما نخليها تعطش كتير ومنفس وقت ما نخلي تربطها التشتش كتير بدها رأي منتظم وإلا لحيصير يتصير عنا بقاع السودا هون مثلا شايفين هون أحملتها فترة سبع الماضي كتن مشغولة بلش هون يطلع بس مثلا في نموات جديدة كتير فهي يعني لا مقاومة ولا لها حساسة وكمان متدلية وأنا روح أقلبي النباتات المتدلية بالنسبة للإضاءة بتحتاج إضاءة أكتر من نبتة البوتوس العادية بشكل عام النباتات المبرقشة اللي فيها يعني توشيحات بتحتاج إضاءة أعلى من النباتات الغير مبرقشة أو ما فيها توشيحات مثلا مثل المونستيرا في مونستيرا فيها لون أبيض في مونستيرا لا كلها خضرة فعادة اللي بيكون فيها لون أبيض تحتاج إضاءة أكتر لأنه بتعرفوا النباتات بتعمل الغذاء بالقسم الأخضر بس يكون فيها أنها قسم أبيض فهي ما عم تقدر تعمل عملية تركيب ضوئي بالكمية اللي النباتس اللي بيكون ورقه كله أخضر بيعمله فحطوا بعلكم هاي المعلومات النبتة اللي بعدها كمان نبتة متدلية واضحة دجني بحب النباتات المتدلية أو المتسلقة يعني فينا نخليها تعربش على الحيط كمان بنفس الوقت نبتة فيلودونترون براديل إن النباتات اللي بيعجبني كتير لون ورقها لكلون ورقها فاتح وغامق بنفس الوقت كتير ألوان الورق تبعها مميز فأنا كتير حبتها حتى هون هالورقة كلات هالونة فاتح مقارنة بالباقي نبتة صراحة كمان العناية فيها قريبة كتير من العناية بنبتة البوتوس بدها إداءة عالية لمتوسطة الري عندها جفاف التربة وشو كمان نحتاج نعرف عنها للصراحة هي من فصيلة الفيلودونترون ذكرت هاد الشي نبتة كتير كتير سهلة ومالها سير النبتة اللي بعدهم من فصيلة المونستيرا عنا مونستيرا ديليكوسيا وهي ورقة جديدة اللي كم أحلاها والنبتة الثانية هي مونستيرا أدانوسيا بتنتهنها فيهم جنب بعض لأن بتنتهن تقريبا العناية فيهم نفس الشي الفرق اللي بيناتهم أنه هاي النبتة حتى بقول لها مونستيرا مانكي كمان نبتة متسليقة بتتسبيت لفوق للصراحة نبتة متسليقة على الحيط وهي النبتة بدها دعامة يفضل تنحط على دعامة التنتين بالنسبة لموضوع الإضاءة نفس الشي بدهن إضاءة عالية لمتوسطة بدهن يكونوا بعاد عن أشعة الشمس المباشرة الريق بما تنشاف التربع الآخير يعني أسكون 70% وبسمدهن مع بقية نباتاتي بالصيف كل شهر مرتين وبالشتة بالشهر مرة السابق أن هدول النبتين عالقائمة أول شي لأنه هاي النبتة الوحيدة اللي من اللي ذكرت هن نبتة كبيرة نبتة بيصير حجمها كبير وهذا الشي حلو فيها بحب الثقوب هاي اللي بتطلعهم فيها ورقها كبير وحلو بالنسبة للمونستيرا مونكي لأنها متسلقة تعرفوا بحب أنها متسلقة و متدلية وسهل إنايا فيهن شكلهم مميز ما بلاقوا كتير نباتات هيك مخرمة بيها الطريقة فحاولت أنا بيهال لستاي تكون نباتات أغلب هون سهلة ومميزة بألوانها أو بشكل ورقها بالنسبة للخيار اللي بعده كتير حضرت بين نبتة المارانتا ونبتة فيلودندروم بينك برينسس للصراحة أخر شي إفازت الفيلودندروم بينك برينسس بسبب لون ورقها الحلو لكل هالألوان لكل هالتوشيحات شايفين التوشيحات ما أحلاهن كان كتير خيار صعب بالصراحة بالنسبة إلي لك هون عم تفتح ورق جديدة نبتة مقاومة أكتر من المارانتا لهيك أظن كمان اخترتها سريعة النمو دائما دائما في ورق اجديدة عم يطلع يعني هون في ورقة جديدة عم تطلع هاي ورقة جديدة عم تطلع بحسها تتحمل شوي الإهمان ما مثل المارانتا مثلا يعني ما بعرف شو بدي لكم كتير حلوة بدها إضاءة عالية لمتوسطة يفضل إضاءة عالية لحتى تعطيكم هاي التوشيحات الحلوة بس إيها أنا شخصيا قبل ما تنشفت البتة على الآخر يعني خلينا نقول وقت بتكون هيك بديها 70% عطشانة وغير هيك ما بدي شي يعني وهذا هاي النسخة مصغرة منها انتم متخيلينها وتكون كبيرة قداشها بتكون حلوة ففازت للصراحة ومصري زمان جايبتها بس أخدت مكان كبير بقلبي هلا بلشنا شوي نجي عنا بعضات الحساسة أكتر في عنا نبتة الفراشة شوفولي هالجمال شوفولي هاي الأوراق شلون حلو هاي النبتة بتسكر بالليل تفتح بالنهار الجزور تبعها عبارة عن بصلات له هيك لازم ندير بانا بموضوع الرأي لازم ما نسقيها كتير لك ليكو هاي اللي صغيرة شداش نعومة وحلوة بتزهر بالعادة هلا ما عليها زهور النبتة إذا تكون تحطوها خارجيا فلاح تموت بفصل الخريف والشتة بس لح تكون ماماتة الآخر لح تكون فات بحالة ثبات البصلات تبعها حيرجع يفتحوه مرة تانية عفصل الربيع بس داخل البيت إذا الجو عندكم معتدن ما لح يصير هاد الشي ممكن شوي يضعف نموها بس لح تضل عايشة عندكم بيضها إضاءة عالية وبنفس الوقت ما لازم نعطشها كتير يعني عادة النباتات اللي جزوروها بصلات أصدر بعطشهم زيادة بس هاي النبتة ما بتحمل ان تتعطش كتير كتير فبتكم تديروا بالكم على هالموضوع لا تعتش كتير لا تنساء كتير بالنص لازم يكون الري تبعها منتظم اكثرها بسيط وانتو عم تغيروا الحوط طبعا النبتة حيطلع معاكم بصلات صغيرة فبتقيموهم تزرعو هنا على الجنب وبصير عنكم نبات جديد وآخر نبتة اخترتها هي نبتة الأنثيريوم أكثر نبتة حساسة مقارنة بالنباتات التي ذكرتهم هاد الفيديو بس نفس الوقت يعني عناية فيها مو كتير صعبة إذا انتوا فهمتوا هي شو بتحب؟ هي بتحب الرطوبة العالية بتحب الإضاءة العالية بتحب تربطها دائما ضر رطبة ما بتحب طاطاش المسحة مخملي كتير ورقها حلو مع أنه ورقها مخملي فما لازم الرشها بالمي من نفس الوقت لازم ندير بالنا ما يجي عليها حشارات لأنها حساسة لهذا الموضوع بس لصراحة لكم أحلاها انت ما ذكرت إضاءة عالية رطوبة عالية حاطة جمجي هذا الترطيب عندي مثلا وبس صراحة ما كتير حتى أنا قبل ما اشتريها كد خايف إنه تكون كتير صعبة ما لقتها بهتدرجة الصعوبة يعني جميلة كتير هاي ورقة جديدة فلونا أفتح وهيك مكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم للصراحة حاسب تاني بضمير إنه في نباتات ما اخترتها مثل نباتات السجادة، نباتات الهويا، نباتات الخارجية مثل الخبازة نخط مزهرة، ياسمين، في كتير نباتات حلوة جلد النمر كان بحبوه كتير للصراحة كانت أحدي صعب بس شكرا للمتابعة اللي اختراحته إذا عندكم أفكار لفيديوهات فيكم تكتبوا ليها تحت بصندوق الوصف وإذا تحبوا العناية بالنباتات فيكم تعملوا لي فولو على مواقع التواصل الاجتماعية التانية مثل الإنستجرام، فيسبوك، والتيك توك عنا جروب على الفيسبوك خاص لمحبين العناية بالنباتات فيكم تحطوا صور نباتاتكم وأسئلتكم هنيك وأنا وأعضاء الجروب هنجاوب عليها حابة ذكركم إذا محتاجين مساعدة بالعناية بالنباتات تابعكم فيكم تحفزوا معي جلسة استشارة عناية بالنباتات من يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوا تشتركوا بالقناة وأفشوفكم في فيديوهات الجاي، باي باي